من الأسلحة الإسرائيلية التي تنوعت في الحرب على غزة ثم تتفوق لاستخدام الطائرات المسيرة الصغيرة أو ما يعرف بطائرات الكوادكوبتر لما لها من أهمية قتالية وميدانية تعزز الاعتماد العسكري عليها وفي الحرب الروسية على أوكرانيا ظهر بوضوح استخدام تلك الطائرات من قبل الأوكران لمحاولة الوصول إلى مواقع عسكرية روسية ثم جاءت حرب غزة وما رفقها من خصوصيات قتالية وميدانية لتعزز من الاعتماد العسكري على هذه الطائرات التي كانت حتى وقت قريب جدا مجرد تقنية مدنية فاستحالت ركيزة أساسية من ركاز القتال المعقد في المناطق العمرانية صحيفة وولستريت جورنال كشفت في تقرير لها استخدام إسرائيل لتلك الطائرات لما لها من فعالية لاستكشاف المتاهات تحت الأرض والخيار الأرخص ثمنان يحلق الجيش الإسرائيلي بهذه المروحيات الربعية داخل المباني قبل إرسال الجنود حيث تزود هذه الأجهزة وحدات أصغر بالاستطلاع الجوي وتستخدم كذخائر موجهة يمكن لأكبر طائرة من هذا السرب أن تطير على ارتفاع 45 ألف قدم وتظل في الجو لمدة يوم ونصف تقريباً بينما تحلق أصغرها على ارتفاع خمسة ألف قدم ويمكنها البقاء عالياً لبضع ساعات قطعة من الترسانة الإسرائيلية الجوية إذن يحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي الوصول إلى الأنفاق ومعرفتها والتي تقترب من شهر الثالث دون الوصول إلى شبكة متاهتها التي تصل بحسب تقديرات عسكرية إلى أكثر من ألف كيلومتر مربع في قطاع غزة